بسم الله الرحمن الرحيم باب الحيض وهذا يعتبر الموضوع الأخير في باب الطهارة والدماء التي تصيب المرأة ثلاثة الحيض والاستحاضة ودم النفاس نبدأ أولا بالحيض تعريف الحيض الحيض هو اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال وحاضة المرأة أي إذا سال منها الدم وأما تعريفه في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في المرأة في أيام معلومة إذا بلغت الحكمة من وجوده خلقه الله سبحانه وتعالى غذاء للجنين يأخذه عن طريق السرة ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب ابتداء الحيض وانتهاءه قال فقهاء فقهاء الحنابلة لا حيض قبل تسع سنين ولا حيض بعد خمسين سنة أي لا حيض شرعا قبل تسع سنين فإن خرج الدم فليس بحيض وإنما هو دم عرق ولا تثبت له أحكام الحيض إن خرج قبل التسع أو خرج بعد الخمسين واستدلوا على ذلك بأن هذا ليس معروف عادة فالعادة الغالبة أنها لا تحيض المرأة قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة والعادة والغالب لها أثر في الشرع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العادة لكن بعض العلماء واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قالوا أنه لا صحة لهذا التحديد بأنه لا حيض قبل تسع ولا حيض بعد خمسين وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض صغيرة كانت أو كبيرة واستدلوا على ذلك بعموم قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فقوله سبحانه وتعالى قل هو أذى حكم معلق بعلة وهو الأذى فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس 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 دم عرق فإنه يحكم بأنه حيض وأيضا واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى وَاللَّا إِيَّ إِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّا إِلَمْ يَحِظٍ أي عِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرُ وَاللَّا إِلَمْ يَحِظٍ وَلَمْ يَقُلْ وَاللَّا إِيَّ قَبْلَ الْتِسْءِ أو بَعْدَ الْخَمْسِينَ بل قال وَاللَّا إِيَّ إِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَاللَّا إِلَمْ يَحِظٍ فالله سبحانه وتعالى رد هذا الأمر إلى معقول معلل فوجب أن يثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة والمعللة وينتفي بانتفائها وبالتالي فالمرأة إذا حاضت في بعد الخمسين أو قبل الخمسين فإن هذا يكون حيضا إذا خرج منها الدم فيكون حيضا وهذا القول له وجهة وله ما يقويه من عموم الأدلة التي لم تخص أن يكون الحيض أن لا يكون الحيض قبل تسع ولا بعد خمسين وخاصة أن النساء يختلفن في الجنس من حيث جنس النساء فهناك نساء في مناطق باردة ونساء في مناطق حارة ونساء أيضا تؤثر فيها يؤثر فيهن عملية الوراثة فبالتالي التحديد بالوقت يعني مرجوح والراجح أنه لا تحديد بوقت فمتى ما رأت المرأة الدم وعليه صفات الدم والحيض فهو فهو حيض الحيض مع الحمل لا حيضا مع الحمل في الغالب دليل ذلك قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فدل هذا على أن الحامل لا تحيض ولأن العادة جرت أن الحامل لا تحيض أنما تعرف الحامل أنها حامل بانقطاع الحيض كما قال الإمام أحمد رحمه الله ولما ذكرنا من أن الدم هو غذاء للجنين أقل الحيض وأكثر أقل الحيض يوم وليلة أي 24 ساعة وهذا أيضا استدلوا بالعادة فقالوا أن العادة لم تجري أن يوجد حيض أقل من يوم وليلة قال ابن عثيمين وليس هذا بدليل لأن من النساء من لا تحيض أصلا ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر فالصحيح أنه لا حد لأقله واستدلوا أيضا وقالوا أكثر الحيض 15 يوما وهذا كله على المذهب تحديد الحيض بأنه يوم وليلة أقل وأكثره 15 يوما هذا في المذهب الحنبلي وقلنا أيضا استدلوا بالعادة بأن المرأة لا يزيد حيضها عن 15 يوما وابن عثيمين رحمه الله يرى أن هذا التحديد ب15 يوما مرجوح قال لأن من النساء من تحيض ويكون حيضها ثابت وصحيح تحيض 17 يوما أو 16 يوما غالب الحيض غالب الحيض 6 ليال أو 7 وهذا لثبوت السنة به حيث قال صلى الله عليه وسلم في المستحاضة فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم ثم اغتسلي فهذا الغالب عند النساء عموم النساء أنهن يحيضنا 6 أو 7 ليالي أقل الطهر بين الحيضتين أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما فما تراه قبل 13 يوما فليس بحيض وإنما يأخذ حكم الاستحاضة يعني الدم الفاسد واستدلوا على ذلك بما روية عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت أنها انقضت عدتها في شهر فقال لشريح اقض فيها شريح القاضي فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه فهي مقبولة وإلا فلا فقال علي رضي الله عنه هذا جيد وهذا في البخاري هذا الأثر في البخاري ويتصور أن تحيض ثلاث مرات خلال شهر واحد وهو نادر طبعا أن تحيض يوم وليلة وتدهر 13 يوما فمضى من الشهر حينئذ 14 يوما ثم تحيض يوما وليلة فبقي الآن 14 يوما بالتأكيد إذا الشهر 29 أو 15 يوما إذا الشهر 30 ثم طهرت 13 يوما بقي الآن يوم أو يوما ثم حاضت يوم وليلة الحيضة الثالثة فانتهت العدة وهذا هو هذا هو يعني مثال يمكن أن يقع لكنه لكنه نادر العلامات طبعا رجح ابن عثمي رحمه الله في مسألة السابقة أنه لا حد لأقل الطهر بين حيضتين لا حد لأقله ولا حد لأكثره ولا حد لأكثر الطهر بين حيضتين لأنه وجد من نساء من لا تحيض أصلا فلا تحديد في مثل هذه الأمور الراجح أنه لا تحديد لا لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين حيضتين هذا هو الراجح كما رجحه ابن عثيمين رحمه الله علامة الطهر عند المرأة من علامات الطهر عند المرأة القصة البيضاء وهو ماء أبيض يقذفه الرحم في نهاية العادة وأيضا من العلامات الجفاف أن ترى جفافا بحيث أنها لو مسحت بشيء لا ترى لا ترى شيئا هذا والله أعلم